التفتوا إخواني إلى أن عمر قضى حياته في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله مجاوراً لليهود في منطقتهم لا مجاوراً لرسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن كثير الملازمة للنبي صلى الله عليه وآله هذا طبعاً بحد ذاته هذه الحقيقة التاريخية أنه كان ساكن هناك في منطقة تبعد عن مركز المدينة وتحتاج المسافة هذه إلى وقت لكي يبلغ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هذه بحد ذاتها تكذب بعض مروياتهم التافهة التي تقول إن النبي كان دائماً معه أبو بكر وعمر حتى كنا نقول ذهب النبي وأبو بكر وعمر وجاء النبي وأبو بكر وعمر شلون بالله بالبخاري ثابت عندكم يقول أنا وأخ لي كنا نتناوب على الذهاب إلى المدينة يوم هو يوم أنا يجي من يوم اليوم أروح للمدينة أشوف النبي مو أنه 24 ساعة مع النبي صلى الله عليه وآله فليش هذه الأكاذيب والمبالغات وهذه صفة المنافقين المنافقون كانوا مجاورين للمدينة على أطراف المدينة في مناطق خاصة مع اليهود مع المشركين مع كذا هناك كانت بيئتهم التي يرتاحون فيها لا في مركز المدينة حيث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل بيته الأطار عليهم الصلاة والسلام وهذا يفسر سبب جهل عمر طبعا هذا يفسر سبب جهل عمر وأنه ما عارف شلون يصلي أصلا ما عارف شلون يفتي ليش أنه ما متلمد عند النبي صلى الله عليه وآله تاركه تاركه اسم من أصحاب النبي أصهر النبي أو أبو زوجة النبي صلى الله عليه وآله ولكن ملازمته للنبي قليلة جدا قليلة فتنشئ ماذا فراغ لديه وما الذي ملأه هذا الفراغ التعاليم اليهودية حيث كان مجاورا لهم يعني شوفوا هذه الحالة إلى حد ما شهدناها حتى هنا طبعا ماذا نشبه أحد بعمر نعوذ بالله لا ولكن نقول قد تجد أحدا في فلكنا هذا من العاملين معنا مثلا لكن بسبب انشغالاته هو مجاور مموجود مدائما حاضر في الجلسات هذه فتلاقي اللي بره البعيد اللي امتابعنا يعلمه يقول للشيخ ترى قال والله صدق ماك تأدري ما يعرف ليش لأنه ممجاور مم ملازم الحضور أولا بأول رايح يشتغل هنا يشتغل هناك مدري شي سوية بها الأرض الشاسعة أرض الله الواسعة سوي له فتشالة مع مرور الوقت سنوات هذا يأثر على فكرة على دينه على أخلاق احتمال ليش أنه ليس ملازمة هذه مشكلة عمر كان على هذه الصفة هذا ليس تلميذا للنبي صلى الله عليه وآله يجي يطيق طيق مرة يجي وهذا عنده فراغ كبير شنو اللي يملأه إخوانه من اليهود أحباؤه من اليهود ترسوا مخه بالإسرائيليات بالأفكار الباطلة بالعقائد اليهودية المنحرفة وبعدين فجأة المسلمين وجدوا أنفسهم بعد سنتين ونيف سنتين ونصف تقريبا من استشهاد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هذا التلميذ الفاشل يجي يصير شنو زعيم المسلمين فبعد تعالي تخيل بعد يعني أنه هذا يجي يقود المسيرة يعني هو الصفر في العلوم الإسلامية صفر لا فقه لا علم لا فهم رواسب جاهلية وثنية عنده رواسب يهودية نصرانية مجوسية فكل شغل إذا يكون يتأتى له أن يحرفها ويغيرها يفعل ما يعرف يجيب ما يعرف مثلا يتصرف فهذه مشكلة ترجمة نانسي قنقر